وفي قصة السراقة الذي لحقه وحاول أن يغتنم هذه الفرصة ليفوز بالجائزة ما يدهش البصائر والأبصار كل ما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في الأرض الصلبة القوية فوجد آية حتى بناء نوبسه رجع إلى لها أبي جهد وقاله أبا حكم والله لكنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوك قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمد الرسول ببرهان فبدأ القاوم عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبنو معالبه لأمر يود الناس فيه بأسرهم فإن الجميع الناس طرن سالمه لكنه لا يوجد الهواتف فعده يوما سترع اثناء المشاهد !